عايزة أبدأ معاك مباشرةً باللي حصل النهاردة في مباراة المصري والإسارة اللي حصلت في المباراة المصري تأخر بعد فين في الشوت الأول وتحسن في الشوت الثاني وقدر يسجل التعادل ليه زارت بالبداية ديت وليه تحسن في الشوت الثاني؟ بصة كريم خلينا نتفق إن نادي المصري نادي كبير جداً يمتلك دلوقتي إدارة قوية جداً بقيادة الأستاذ كاملة بعلي يمكن أبرم صفقات قوية جداً منهم استقدام مدرب باسم كبير كابتن علي مهر وتعاقد مع العيبة مميزة جداً من بداية الموسم ويمكن كان فيه عبء كبير جداً على كاملة بعلي في الفترة الأخيرة في الالتزامات النادي المصري وانتعرف الأندية الجمهرية بيبقى دايماً بيبقى فيه وش كبير جداً على الناس اللي بتمشي منها وبيبقى فيه عقوبات في الفيفا وغرامات وأمور طبعاً القصص كاملة بعلي مشكوراً طبعاً يعني وفى الأمور ديت وده يعني منحظ البرسعادية ومنحظنا أن احنا يعني عندنا كامل أبو علي أبرم صفقات صفقات من العيار السقيل قدر أنه يجيب كابتن علي مهر وقدر أنه يعمل تيم مميز جداً ولكن مشكلة النادي المصري غير مفهومة أيوة يعني هي بالنسبة لي غير مفهومة كل وسائل النجاح موجودة ولكن الأداء مش على المتناول تحس أن فيه مشكلة فيه حاجة ضايع من النادي المصري النادي المصري يمكن من أندياً أن احنا استبشرنا السنة دي والسنة اللي فاتت بأنه كان ياخد على أقل كاس الرابط يبقى له وجود في السوبر المحلي صح وجود ينادي المصري في وسط الكبار الأهلي والزمالك ده اسمي كبر حتى بطولة السوبر المصري وكلنا تعشمنا في الأمر دوت مع فرقة السنة اللي فاتت مع سيراميكا ودكتور بيمي طب أنت تفسيرك أنه ناقص لا ناقص كتير يعني ناقص الناحية الفنية فيه مشاكل كبيرة جداً على المستوى الفني يمكن أن احنا تكلمنا في السوديوهات وقلنا مش انتقاد في حد ولا نقصان من أي شيء أنا متأكد أنت بتحترم جداً أي حد بيجي يمسك النادي المصري أنا بحترم ولكن فيه أمور يعني فيها بيبقى فيها سنة عدم توفيق منها اللعيبة يمكن الفرص اللي بيضايع النادي المصري فرص كبيرة جداً مشكلة الإنهاء كبيرة جداً مشكلة الدفاعية عندهم مشكلة كبيرة جداً أنا من وجهة نظري أنا شايف أن خطة اللعب لا تناسب اللعيبة اللي موجودة يعني أنت النهاردة بتطلب من اللعيب شيء معين لازم الشيء ده أنت شايفه على اللعيب دوت يقدر ينفزه ويقدر من خلاله يقدر يوصل الهدف بتاعه